لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتأيد بنظام غذائي معين بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي ينسبك ويناسب احتياجك كفتة الحاتية او كفتة المشوية تعالي متعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية الكفتة المشوية سعراتها الحرارية عالية يجب انتباهها عند اكلها واذا كنا بنتبع نظام رجيم الكفتة المشوية تحتوي على كمية عالية من البروتين واللي يساعد على بناء العضلات ويحافظ على الشعور بالشابعة لفترة اطول وبالتالي يمكن ان احنا نتناول الكفتة باعتدال اه ضمن سعراتنا الحرارية اليومية المعلومات الغذائية في كفتة الحاتية او كفتة المشوية للمين جرام السعرات الحرارية متين وتسعتاشر سعر حراري روتين تمنتاشر جرام كربو هادريت تلاتة وتسعة من عشرة جرام دهون اربعتاشر جرام المعلومات الغذائية في كفتة الحاتية او كفتة المشوية للجرام الواحل السعرات الحرارية تنين وتنين من عشرة سعر حراري روتين تمنتاشر من مية جرام كربو هادريت تسعة وتلاتين من الف جرام دهون اربعتاشر من مية جرام المعلومات الجزائية في كفتة الحاتية او الكفتة المشوية للواحل حجم صغير بوزن تلاتة وعشرين جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية خمسين سعر حراري روتين اربعة وواحد من عشرة جرام كربو هادريت تسعة من عشرة جرام دهون تلاتة وتنين من عشرة جرام المعلومات الجزائية في كفتة الحاتية او كفتة المشوية لواحل حجم متوسط كما شفنا في الفيديو السابق بوزن تسعة وعشرين جرام السعرات الحرارية تلاتة وستين سعر حراري روتين خمسة واثنين من عشرة جرام كربو هادريت واحد وواحد من عشرة جرام دهون أربعة وواحد من عشرة جرام المعلومات الجزائية في كفتة الحاتية او كفتة المشوية لواحد حجم كبير بوزن اربعة وتلاتين جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية اربعة وسبعين سعر حراري روتين ستة وواحد من عشرة جرام كربو هادريت واحد وتلاتة من عشرة جرام دهون اربعة وتمانية من عشرة جرام المعلومات الجزائية في كفتة الحاتية او كفتة المشوية لاربع اصابع وزن مية وعشرة جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية متين واربعين سعر حراري روتين تسعتاشر وتمانية من عشرة جرام كربو هادريت اربعة وتلاتة من عشرة جرام دهون خمستاشر واربع من عشرة جرام واتمنى ان يكون الفيديو اقدم لكم معلومات قيمة عن السعرات الحرار في كفتة المشوية او كفتة الحاتية ولو حتى حابب يعرف سعرات لاي اطعمة يريد تكتبلي في التعليقات وشكرا لكم على المشاهدة وما تنسوش الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المفيد حول الصحة والتغذية وانتظرونا وقيام غزائية جديدة